اهلا بكم طالبات وطالبات مدرسة المنتزى الخاصة الصف الخامس الاتدائي معاكم اسمونيكا مادة المهارات والنهار ده هنكمل مراجعة على اسئلة على المنهج بالكامل سؤال ضع علامة صحة او خطأ رقم واحد وتمانين جداف الماء للألبان للحفاظ عليه طازجا الاجابة خطأ رقم اتنين وتمانين لابد من تسخين العصير لقتل الميكروبات الاجابة صح رقم تلاتة وتمانين يمكن استخدام الأدوات الكهربائية بالقرب من الماء الاجابة خطأ اربعة وتمانين لابد من فتح النوافذ أثناء القيام بعملية اطلاء الاجابة صح خمسة وتمانين عند استخدام الشاكوش يجب أن نحرس على عدم إزاء أيدينا الاجابة صح ستة وتمانين يمكننا تغيير ريشة المسقب أثناء توصيله بالقهرباء الاجابة خطأ سؤال سبعة وتمانين أثناء سقب قطعة من الخشب يمكن استخدام المسامير لتثبتها على الطاولة الاجابة صح رقم تمانية وتمانين ارتداء نصدارة السلامة ضروري عند القيام بنشر الخشب الاجابة صح تسعة وتمانين تقدير الوضع هو الخطوة الأولى لتقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب الإجابة صح سؤال رقم تسعين حمد الاستروبيك من المواد الحفظة التي يتم إضافتها لحفظ الطعام الإجابة صح واحد وتسعين تستخدم حقيبة الإسعافات الأولية لعلاج الجروح البسيطة الإجابة صح اتنين وتسعين وضعية الإفاق مناسبة للأشخاص المصابة بنزيف الإجابة خطأ تلاتة وتسعين يجب الاتصال برقم مية تلاتة وعشرين لاستدعاء سيارة الإسعاف عند الإصابة الخطيرة الإجابة صح اربعة وتسعين يجب الضغط برفقة على الجرحة الذي ينزف بقطعة قماش نظيفة الإجابة خطأ سؤال رقم خمسة وتسعين لا يمكن مساعدة الشخص فاقد للوعي وي يتنفس الإجابة خطأ ستة وتسعين يستخدم حمض النيتريك أو الكابريتيك كمواد حافظة لأطعام الإجابة صح رقم سبعة وتسعين التكفيف والبسطرة هي الطرق الوحيدة لحفظ أطعام الإجابة خطأ تمانية وتسعين يجب التأكد من تاريخ الإنتاج فقط عند شراء أي منتج الإجابة خطأ تسعة وتسعين يستخدم الملح والسكر في تخليل الخضروات وحفظها الإجابة خطأ سؤال رقم مية يجب استخدام الشكوش عند دق المسامير بعيدا عن اليد الإجابة صح مية واحد يجب غلق الشبابيك عند طلاء المنزل الإجابة خطأ مية واثنين يجب التخطيط للتدخل عند إصابة شخص بإصابة خطيرة الإجابة صح رقم مية وثلاثة لا يمكن علاج الجروح اللطيفة إلا بالذهاب للمستشفى الإجابة خطأ سؤال مية واربعة تنظيف الجرح من أساسيات وقف النزيف الإجابة صح رقم مية وخمسة تناول القليل جدا من العناصر الغذائية تسبب في سوء التغذية الإجابة صح مية وستة تحرز السيدة لويس على استخدام مصادر محلية عند طهي الطعام الإجابة صح سؤال مية وسبعة يتطلب نمط الحياة الصحي ممارسة الرياضة والطعام الصحي الإجابة صح مية وثمانية يجب استخدام مكونات طوزجة عند تحضير الطعام صح سؤال مية وعشرة قصر التناول الدهون يسبب إن حافة الإجابة خطأ مية وحداشر تهدف السيدة لويس لتسقيف الناس بما يتعلق بالطهي الإجابة صح مية واثناشر زيادة مساحة الأراضي الزراعية أمر مهم للاقتصاد المصري صح مية وثلاتاشر تشجع السيدة لويس على زراعة البامية للحفاظ على خصوبة التربة الإجابة صح سؤال مية واربعتاشر تحتاج عملية تكفيف الطعام لنسبة رتوبة عالية الإجابة خطأ سؤال مية وخمستاشر لون النبات الأزرق يبعث على الاسترخاء الإجابة صح سؤال مية وستاشر ليس من الضروري معرفة نوع التربة لزراعة نباتات الحديقة الإجابة خطأ مية وسبعتاشر نشعر بالهدوء والسعادة عند الذهاب إلى الحضائق الإجابة صح سؤال مية وثمنتاشر يعتبر البراجلات والمقاعد من العناصر الحديقة الجميلة الإجابة صح سؤال رقم مية ستة وعشرين تبعث الألوان الدفئة للنباتات على الحيوية والنشاط الإجابة صح سؤال رقم مية سبعة وعشرين تصدر النفورة صوتا يساعد على الاسترخاء في الحديقة الإجابة صح مية ثمانية وعشرين يجب اختيار النباتات المناسبة لزراعتها للتربة الموجودة في الحديقة الإجابة صح سؤال مية تسعة وعشرين يجب أن تكون هوية العلامة التجارية قوية ليثق فيها العملاء الإجابة صح سؤال مية وتلاتين التصميم المعقد للعلامة التجارية يرسل رسالة واضحة للعملاء عن المنتج الإجابة وخطأ مية واحد وتلاتين التسويق البصري يتمثل في الألوان والعلامات التي تلفت انتباه العلماء للمنتج الإجابة صح سؤال مية تنين وتلاتين استخدام الألوان المعقدة في العلامة التجارية للمنتج يساعد على إصار الرسالة المرغوبة للمنتج الإجابة وخطأ مية تلاتة وتلاتين الإضاءة القوية على المسرح يعطي إحساس بالغمود الإجابة وخطأ مية أربعة وتلاتين يشمل الديكور الأساس والإكسسوارات والمناظر المستخدمة في المسرح الإجابة صح مية خمسة وتلاتين لوصف نوع معين من الشخصيات يجب التركيز على الديكور رقم مية خمسة وتلاتين هتكوني الإجابة خطأ ستة مية ستة وتلاتين يجب أن تصمم أزياء المسرح لوصف نوع معين من الشخصية الإجابة صح مية سبعة وتلاتين يجب أن تتناسب عناصر المسرح مع الأسلوب الإنتاج وتعزيزه الإجابة صح مية تمانية وتلاتين تساعد إضاءة المسرح على توفير جو متوازن أثناء العمل الإجابة صح مية تسعة وتلاتين من عناصر العمل المسرحي الجيكور والموسيقى الإجابة صح سؤال مية واربعين يجب اختيار الصوت في المسرحية بعناية لتعزيز العمل الفني الإجابة صح سؤال رقم مية واحد واربعين لا يوجد أنواع مختلفة من الغرز يمكن استخدامها في تطريز الملابس الإجابة خطأ سؤال مية تنين واربعين يمكن استخدام غرزة الصراجة لتزين الملابس الإجابة صح رقم مية تلاتة واربعين لا يعتبر التطريز مهما للحفاظ على التراس الإجابة خطأ سؤال مية ستة واربعين الغرزة المثالية لملء فراغ وحدة زغروفية تمهيدا لحشوها هي غرزة الصراجة سؤال مية ستة واربعين هتكون الإجابة خطأ سؤال مية سبعة واربعين يمكن استخدام غرزة الصراجة لخياطة قطع القماش مع بعضها الإجابة صح مية تمانية واربعين لا يمكن تطريز الملابس باستخدام الإبراوي الخيط الإجابة خطأ مية تسعة واربعين يعتبر التطريز من الحرف التقليدية القديمة الإجابة صح مية وخمسين يجب استخدام مجموعة من العناصر لإنتاج العمل المسرحي بشكل جيد الإجابة صح مية واحد وخمسين الهدف من الإضاءة داخل المسرح هو الإشارة إلى وقت معين من اليوم الإجابة صح رقم مية اتنين وخمسين يشمل الدكور تصميم مشهد كل شيء داخل مساحة التمثيل وحولها للإجابة صح مية تلاتة وخمسين الأزياء التي يتم تصميمها للعمل المسرحي لها تأثير سمعي كبير الإجابة خطأ مية اربعة وخمسين التصميمات المترزة المصرية تعد جزء مهما من التراث الإجابة صح مية خمسة وخمسين يستخدم غرزة الفرع لإصلاح الملابس الإجابة خطأ مية ستة وخمسين غرزة السراجة تكون على شكل خطوط متقطعة متساوية فقط الإجابة خطأ سؤال مية تمانية وخمسين الغرزة المثالية لملء فراغ وحدة زغروفية تمهيدة لحشوها هي غرزة الفرع رقم مية تمانية وخمسين الإجابة هتكون صح مية تسعة وخمسين لايمكن تحويل الشيء الدار إلى شيء نافع لإجابة خطأ وبكده نكون انتهينا من المراجعة شكرا لكم سنة خمسة موسيقى موسيقى موسيقى